بشكل مستمر فيه تطوير بيحصل دايماً للثانوية العامة وطريقة الاختبارات عشان تتناسب مع منظومة التعليم الجديدة نبارح وزارة التعليم أعلنت عن تفاصيل نظام جديد للتصحيح اختبارات الثانوية العامة اسمه نظام الربريكس وده يتم تطبيقه فيه العام الدراسي الجديد خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور تامر شاوي أستاذ التقويم التربوي بجامعة إن شام صباح الخير عليك فان صباح خير زم حامر صباح خير زاهليك صباح خير على كل سيدة ومشاهدين يا أهلا بحضرتك في البداية عايزين نفهم إيه هو النظام ده طيب قبل ما اتكلم عنه الربريكس عايزين نأخذ فكرة إيه الوضع في السنوية العامة خلال العامين السابقين كانت امتحان السنوية العامة قاسرة فقط على أسئلة اختار المتعدد وده بيتم تصحيحها من خلال التصحيح الإلكتروني الطالب بيجي له ورد بابلشيت والطالب أسئلة اختار المتعدد بيختار دايق أو بيظهر لدائرة معينة من الدوائر بتدول على الإجابة الصحيحة بعد ما يخلص الورقة يتبقى منحطها فيه سكانر وبعد كده الكمبيوتر بصحها وتطلع من الصحها تمام؟ طيب إحنا كتربويين متخصصين في التقيم التربوي أسئلة اختار المتعدد بتحمل العديد من المشكلات أو الأيوب وطالبنا الوزارة اللي إحنا أو اللي هي تحط أسئلة مقالية عشان أسئلة مقالية بتق Belarus ح gitu نواة التعلم أعلى وأعلى وأرقى من أسئلة اختار المتعدد أسئلة متعدد أو الضاهر يعني عايزين أني يبقى فيه خليط ما بين أسئلة المتعدد أو الأسئلة التختيار ما بين المتعدد والأسئلة المقالية بالضبط كده فلن أسئلة اختار المتعددة بتقラ اسمها التعارف على الإستجابة بمعنى إنه لما يجيب الطالب السؤال وفيه أربع إجابات جاهزة بيتعرف بس على الإجابات سليمة طيب أسئلة المقال أرقى منها أن هي بتقس لحاسمة إنتاج الاستجابة يعني إنتاج الاستجابة أن الطالب يكتب معلومات من ذهنه بتقس القدرة على الإبداع الطالب المتعدم بتقس القدرة على الإبداع الطالب عنده الحل جاهز لكن الأسئلة المقالية بتقس قدر الطالب على الإبداع على الإنتاج على الربط بين الأفكار على التعبير طيب إحنا خلاص الرزارة السجابة وقالت اللي إحنا هنجيب المقالية بنسبة 30% من الأسئلة الامتحان والاختار المتعدل بالنسبة 70% عظيم جدا طب أسئلة تختار المتعدل حتصحها في إزاي من خلال التصحيح الإلكترون نحن نسمى كلمين عنه من شوية طب الأسئلة المقالية تصحيحها هيصبح مشكلة إيه هي المشكلة دي إن فيها حاجة اسمها زيتية المصحح تقضيرية بالنسبة للمصحح في زيتية بالنسبة للمصحح يعني مثلا أنا لو جبت إجابة طالب على سؤال مقالي وديتها لتنين المدرسين قلت للمصححها نفس الإجابة بالضبط كده حتلاقي ده ده 7 من 10 وده 8 من 10 أو 6 من 10 طب إحنا أو لو نفس المصحح لو أنت جبت لي مثلا ورقة ومصحح بذل الوقت وصحتها مثلا ومزاجري يمكن أديها درجة عالية لو أنت جيت لساعة 2 مثلا الدهر وأنا تعبان ومرهق يمكن أديها نفس الإجابة درجة منخفضة طيب إحنا عايزين نصل إلى درجة من الموضوعية في تصحيح الأسئلة المقالية وعدالة بالضبط بالضبط كده الموضوعية بتعني العدالة طب نعمل إيه؟ نتبعها اسمها قواعد التأدير أو الروبريكس الروبريكس ده في الأصل كلمة فرنسية معناها العنوان المكتوب بلون الأحمر بس إحنا طربويا ترجبناها بمعنى قواعد التصحيح أو التأدير هل ده النظام مطبق في أي أنظام التعليم غيرنا يعني؟ طبعا يا فنظام ده مطبق في أوروبا وأمريكا من عشرات سنين وكمان في مصر في مؤسسات طربوية سواء في مستوى الجامعات أو مدارس مطبقات بس مدارس طبعا مش حكومية مدارس خاصة مطبقات من أوائل الألفنات ومع قبل الألفنات كمان تمام؟ طيب في معلومة خاطئة عن المدارس إن هم بيعتقدوا إن الروبريك دوت عبارة عن تصحيح أو أبليكيشن هو مش أبليكيشن ده عملية أنا كوضع امتحان بعمل إيه؟ بجيبه السؤال المقالي وبحدد مساويات لتأديرات الطلاب عليه بمعنى أنا مثلا جبت للطلاب سؤال علم أهمية موقع مصر خلي بقى حضراتكم هنا الأسئلة المقالية اللي جاية في إمتحان السناني إن شاء الله هتبقى مقال قصير عندنا في أسئلة المقال في نوعين من المقال مقال قصير اللي هو الطالب من الطالب بتاعة أربع إجابات مختصرة ومقال طويل اللي طالب بيكتب مجموعة من الأفكار وكلام وكلام ده كله طيب المقال طبعا طويل على قد ما هو فيه مميزات إن هو بيقس إبداع الطالب وقدرته على الكتابة والتعبير والكلام ده كله لكن في عيوب قابلنا هنا إشكالية في التصحيح حيبقى فيه ذاتية أعلى من المصحح طيب هما فكروا في الوزارة طيب يعني إيه ذاتية أعلى من المصحح ذاتية أعلى بمعنى اللي أنت عندما طالب يكتب لك كلام كتير هنا تأديري ليه هختلف عن تأدير زميلي بيه لما تكون إجابات مختصرة تمام وعشان تمام ما نرجعش بالتعليم لحطة الحفظ تاني يعني هي أصلا كان الغالي الأسئلة المقالية أعتقد إنه كان ليه علاقة بمسألة إنه عايزين الطلبة تبقى فاهمة أكتر ما هي حفظة تمام تمام فنم برضك يعني فيه إشكالية تانية فنم وعلى فيك يمكن أجيب السؤال مقاري وبيسي ببداع بالشرطة فنم اللي أنا أجيب السؤال بإيه السؤال واضح تمام أنا يمكن أجيب للطالب السؤال مقاري لكن كنا الأسئلة اللي متعودين عليها شوية هي أسئلة بتقيص الحفظ أتفق محرك تماما بس مع يعني لو فيه وضع اللي متحين ماهر شوية هيجيب أسئلة لا تقيص الحفظ يستخدم الأسئلة المقالية بشكل صحيح بزر التفادي عشان كده إحنا بنحذر أو تربويا إن المدارس يجيب أو المسؤول يجيب أو متخصص يعني يجيب السؤال بالنص من الكتاب ده خطأ عشان كده هشجع الحفظ لكن اللي أنا أجيب السؤال بإيه السؤال إيه القدرة على التفكير والابتكار مش موجود في الكتاب بشكل مباشر طيب أسئلة مقالي قصير مثلا علل أهمية موقع مصر جغرافي طيب هنا مثلا فيه ستة أسباب وكل سبب ينتمي إلى فئة معينة أسباب سياسية أسباب اقتصادية أسباب اجتماعية أسباب دينية إلى آخره طيب طالب كاتب لي سواء يعني سببين طالب ثاني ثلاثة طالب ثلاثة روى أربعة خمسة ستة طيب أنا عايز هنا أعمل حاجة وثيقة من خلالها أمشي عليها بحيث أن أنا أصحح درج الطالب ده بناء على هذه الوثيقة زي ما بقول حركة من شوية دوت مش أمليكيشن على الكمبيوتر ولا الكلام ده كله ولا تصحيح الوكتروني تمام طيب أنا بعمل فيه الروبريك دوت بجيب يا فندم بعمل كده هو بياخد شكل جدول بيتحط الصفحة واحدة بقسم فيه المساويات المتوقعة من الطلاب إلى ثلاثة أو أربعة أو خمس مساويات دي بترجع إلى حرية وضع الامتحان أنا وضع الامتحان بحطه زي ما أنا شايف يمكن مثلا مثال بسيط اللي أنا حط هنا مستوى الممتاز لو يصال درجة من 5 الممتاز اللي هو هجيب 5 من 5 مستوى الجيد اللي هو هجيب 3 من 5 ومستوى المقبول هجيبه 1 من 5 طب مستوى ممتاز هحط الشروط معينة في الإجابة بتاعته عشان يحصل على الخمسة من 5 أو الممتاز ايه يا شروط دي اقول مثلا أن هو هيذكر احنا قولنا 6 أسباب مثلا الست أسباب مكتملة ويحدد كل سبب بينتمي إلى أني فئة سبب سياسي او اقتصادي او اجتماعه يقول السبب ويقول فيها بتاعته وأنه هو ما يكونش فيه أي أخطاء لغوية وأنه هو يكون جيد الصيابة لو الطالب التزم بهذه الشروط قديره على طول ما لمغمض اللي هو رجب على السؤال 5 من 5 مخطأ لغوي زي أخطاء لغوية مثلا على سبيل المثال يعني هو التزم وحط لست أسباب زي ما أنتوا عايزين بالضبط لكن عنده خطأ أو خطأين لغويين هل ده يتساوى مع الكاتب لنفس الأسباب بس عنده أخطاء لغوية كتير ما هو أفنم لا وهبص هو الأحرك حقيقة أنا بقول المثال ده للتوضيح لكن لو أنا في مادة لغة عربية يبقى أنا حزب على أخطاء لغوية بشكل صارع لكن هو مادة تانية زي مثلا علم النفس الفلسفة والكلام ده كله يبقى أنا ضغطة شوية بس أنا بقول المثال مثلا فاني احنا عايزين نستخدم الروبرك في كل المواد في تصحيح كل المواد لأسم المقالية في كل المواد بالضبط فاني على فكرة كان في مشروع في الجامعة اللي أنا شغال فيها سنة 2010 اسمه تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات قلت أنا مسؤول عن هدف فيه كنتم دير الهدف دوت اسمه الروبرك أنا أو كفريق عمل في المشروع دوت طلبنا من كل كليات الجامعة ومن كل الأقسام فيه كليات ومن كل المواد في كل قصف انه كل مادة يبقى عليها روبرك تمام على أساس ان الامتحات الجامعية زي ما حراركوا عارفين قبل كده كانت كلها بتيجي مقاري فاحنا عايزين نواحد عملية تصحيح بتبقى موضوعية نرجع تاني ليه القاعدة التالية يبقى ده مسؤول المتازم السوفاء بديده عن مغمط خمسة من خمسة طيب نيجي على المسؤول التاني الجيد هنا الطالب مش حارسكوا ستة أسباب حارسكوا ثلاثة أو أربعة تاني حاجة حيبقى فيه أخطاء لغوية تالت حاجة مثلا مش هيحدد هما بينتموا لأي فئة حيقول أسباب وخلاص طيب يبقى لو طالب عمل كده وما كتبش الأسباب دي وتنتمي إليه وإيه 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 وعنده أخطاء لغوية بنزله إلى جيد أو ثلاث درجات طيب الجاب مقبول أقول بسا ذكر السببق أو السببين محددش بيرجعوا إلى أي فئة وكان فيه أخطاء لغوية يبقى أنا هنا كم صحح لو جبته الحرارات غزي محمد أو جبته لي وأنا وإنت مفاصلين وقدرنا السؤال ده بالطالب هنا هيحصلوا عن نفس الضرارة رغم أنه هو سؤال إيه؟ لأنه فيه قادة في حكومنا إحنا الاثنين بالضبط يا فنم طيب هو فيه اتنين هيصححوا نفس الورقة؟ أيوة فنم بل يعني في الكلام في الكلام اللي بدت دوله كده لو الاتنين فيه اختلاف بنجيب واحد ثالث طيب وده هيكون سهل لأنه ده كده هيصعب المسألة في سنوية عامة مثلا هيأخر التصحيح بالضبط أنا لقي يعني كده ربط في مقالة في صحيفة وقلت الكلام دوت إن دوت حييعوق وحيبقى فيه طبعا جهد كبير من المصححين وقدر للوقت إحنا بنحاول نقلل تدخل الجهد لإيه؟ البشر وإنك تختار اتنين مصححين على توافق برضو وضيف حد ذاتها ما هيش ساعة طبعا ممكن هما الاتنين يفضلوا مع كل إجابة لكل طالب يقفوا عندها مثلا عشر ده إيروبا يسعبت كلمة وفي أكالية تانية أستاذ محمد إن المدارسين أصلا غير مدربين على نظام الروبريك نظام زي محركة والأستاذة لما سمعته مني صغربته ومدارسين نفس الشيء فبالتالي إحنا محتاجين اللي إحنا نضارب المدارسين اللي هم حيبوا مسؤولون عن التصحيح بشكل جيد جدا على الروبريك طب حولوا حريك حاجة جميلة جدا الروبريك ده فندم مش شرط يكون أداء للتصحيح يمكن يكون أداء للتعليم إزاي؟ اللي أنا أجيب الطلاب بطواعي 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 العامة أجواريهم روبريك أقولهم مثلا الجزائدية في الدرس ده يمكن يجي عليها سؤال السؤال ده يمكن تجي من امتياز لو أنت عملت واحد نينة هتطلبها استوفيت الشرط بالضبط يا فندم جايت جدا طب حيتم تدريبهم الأول عليه قبل ما يتم تقييمهم به بالضبط يا فندم طلبة أقصد الطلبة لأنه المتخوفين هنا هم الطلبة وأوليها الأمور لا هو فعلا يا فندم أنا تسمعها تمبارح كلام أنه حيبى فيه تدريب وأنا طالبته كده في مدخل أول نباح مع أحده برامن أنه يبقى فيه تدريب المعلمين والطلاب هو ده الهدف بس احنا بالمواجهة إشكالية صغيرة أنه الطلاب عازفين عن الزاب للمدارس فبالتالي لازم بأي وسيلة الطلاب يرجعوا لمدارس تمام؟ عشان يتضربوا مع معلمين على فكرة معلم الخاص أو بتاع درس الخصوص دوت غير مدرب وغير مؤهل على الربرك فبالتالي الطالب لازم يرجع لمدرسة ولازم يتضرب على الربرك مع المعلم ويعرف في مستوات الإجابة أنت هتجيب امتياز لو عملت واحد نينة تربعة هتجيب جاية جداً لو عملت واحد نينة تربعة وهتجيب كذاً لو عملت واحد نينة تربعة وعايز أخضيف نقطة على فكرة نستخدمون مع أطفال الحضانة أو الكيجيهات اروبك إذن هو بقى يا فنم إنهم ما بيجيب لكش باسم يقولك ممتاز بجاية جداً ومعرفش لا بيجيب لك وش بيضحك لو أنت جايب أعلى ضر لو تطالب قام بالنشاط على أكمل وجه أو وش حزين على حسب الفئة العمرية بنتعامل في نقطة مهمة من كلام حضرتك قلت إنه لو لسؤال مقالي ولكن سؤال مقالي قصير بيبقى إجابته فيها مجموعة من العناصر لو استوفى هذه العناصر بنشوف ترتبها وبترجع لإيه وبنشوف اللغة بتاعته لغة مظبوطة ولا ده بالنسبة لامتحانات اللغة العربية وخلافتها تماماً فعلاً لو الإجابة بتاعت السؤال ما فيهاش عناصر ما فيهاش عنوين هل مثلاً فيه كيوردس هات بعض الكلمات تتحط على هذا النظام بحيث إنه يبقى تلقائياً لو لقينا هذه الكلمات نعرف إن الإجابة بتدور في فلك الإجابة الصحيحة طيب بص يا فنم أول حاجة اللي أنا أحط مفتاح للإجابة في السؤال ده خطأ تمام؟ من وظائف الأسئلة إن هي تشتر الطالب يعني مش تشتر الطالب اللي إحنا متعملين اللي إحنا نزيه تشتر الطالب بمعنى اللي إحنا الطالب اللي مش واصف من الإجابة يخاف يكتب الإجابة دي بس إذا سيئل الطالب إنه المذاكر كويس جداً هيقدر يجاوب بشكل سليم دي نقطة نقطة تانية وضع الامتحان لا يستفززاجة إنه هو يجيب سؤال مش محدد للطالب تمام؟ لكن بيحط سؤال في دوق نقاط معينة طب فوجة نظر حضرتك إيه مزايا استخدام الربع؟ ليه مزايا كترة جداً للفن أول حاجة زي ما أرزي محمد قال مش وائن يحقق العدالة ومواضيع في التصحيح تاني حاجة الطالب ما بيشعرش بالظلم تالت حاجة يا فندم إحنا يعني عندنا شكلية في المجتمع المصري في التعليم إيه هو؟ اللي إحنا فهمين وظيفة الامتحانات خطأ الامتحانات لها وظيفة تربوية عظيمة جداً اللي هي الفيدباك بمعنى الفيدباك يعني حتى بقوله الطلاب عندي في الجامعة في كلية التربية اللي هم هتطلعهم معلمين ماينفعش أنا كمعلم بعد ما صحح إجابات الطلاب أخذوا الورق بتاعهم وخبيها عندي في الدولاب الكلام ده غلط تمام؟ ليه؟ أنا مثلا عندي طالبين جايبين هما الاتنين في الامتحان 17 من 20 طيب هل ده معناه إن الطالب ده وقع في نفس الأخطاء اللي هو فيها الطالب التاني؟ لا طيب وصولينا الطالب يحصل له يا فندم يشوف الامتحان بتاعه وقع فاني أخطاء عشان يجي على الأجزاء اللي هو غلط فيها يبدأ يعيز مزاكرتها من تاني بزفت كده فندم لكن أنا خبيه ده عملية صعبة جدا يبقى هنا من وظائف الروبك اللي أنا بيديني أنا كمكون أو كممتحن بشوف الطلاب معظم الأخطاء بتاعتهم موعع في إيه وأبدأ أعدلها تاني سنة أو يا فندم تالت حاجة إنه هو الطالب بواعي إزاي بيتم تقييمه وليه خد الدرجة لئية وليه حتجانبنا مشاكل كبيرة جدا زي الحصة في السنة دي إنه كل الطلاب رغم من عدلة التصحيح في التصحيح الإلكتروني التصحيح الإلكتروني ده فندم أنا شغلت في كونتور الموضوعي عندي في كلية من 2010 ده غير فترة قريبة آه ما هي النساء تقولك إحنا كنا شغلين بتصحيح الإلكتروني إيه بقى اللي بتغير ما هو فندم التصحيح الإلكتروني لو أسئلة موضوعية أسئلة مقارية لو أنا جربت أعملها بتصحيح الإلكتروني هتبقى إشكاليها ليه فندم دلوقتي لما أنا أصحي ورقة الالكترونية زي ما قلت حررتك في البداية بابلشيت طالب مزارة ده ودوائل بغزي كمبيوتر عندي إجابة محددة ده في الاختيار من المتعامل بالضبط أفن أما لأسئلة المقالية بالضبط أفن يبقى أنا هي بجيب اللي هنا وبغزي الكمبيوتر بنموذة إجابة وصحب هنا أنا عليه إجاباتي لأي الطلاب طب لأسئلة مقالية تخيل حررتك اللي أنا بصحها بشكل الالكتروني إيه الإشكالية اللي حتحصل أنا مثل إجابة على سؤال هي مصر تمام؟ يبقى أنا هنا هغزي الكمبيوتر بكلمة مصر شوفها فن مين حيحصل هتلاقي طالب كتب لك أم الدنيا طالب حيكتب صاحبة حضارة 7000 سنة طالب حيكتب الدولة التي عاصمتها مصر فبالتالي الكمبيوتر مش هيفهم هو عنده متغزي بكلمة معينة فلو الطالب خرج بره السياق هتبقى إشكالية رغم إن إجابته صح رغم إن إجابت صح هقول لحرك حاجة أنا ساعة ما أطبق في أبحاثي مقاييس على الطلاب بطلب منهم منهم يختاروا شعب أو يكتبوا شعب بتاعتهم هلاقي الطالب كتب الجيرماني طالب تاني اللغة الإلمانية طالب تالت ألماني كل ده طبعا طبعا لو إلكتروني بالتأكيد مش هيفهمه طبعا مش هيفرق عشان كده اللازم الأسئلة المقالية تصحح بشكل موضوع أقرب لموضوعية من خلال روبك على فكرة روبك كمان يا فندم في حاجة جميلة جدا يعني أقول لحركة فكرة أعمق منه دلوقتي أنا كمعلم في الجامعة مثلا مدي للطلاب إن هم يعملوا الأبحاث هل كل الطلاب هيعملوا في نفس المجال لو أنا مثلا دكتور في إعلام لا كل واحد هيختللي موضوعه مختلف عن التالي طب أنا بقى إزاي هصحح لكل الأبحاث بيشكل موضوعي رغم اختلاف الموضوعات يا فندم هنا بقى عمل بقى الروبك الروبك ده مريش دعوا بالمحتوى يقول لي العنوان هل هو السوفة المتغيرات الموجودة في البحث هل هو قصير ومختصر هل هو فيه أخطاء لغوية تمام أين بقى كان عنوان البحث أخش على المقدمة هل السوفة كذا وكذا وكذا أخش على المشكلة البحث كذا فبالتالي هنا حصحح الأشياء المختلفة حتى في الكونتينت التاحها بشكل موضوعي مفهوم كل شكر لك يا فندم شرفتنا ونورتنا الدكتور تامر شوقي يا أستاذ التقويم التربوي بجمعة عين شمس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا